اشتركوا في القناة تحديات الرائعة على أرضية ميدان البصير لسبقات الهجنة العربية الأصيلة تهانينة لحمد بجار الله بن علي بن حسين البريدي على فوز مداهم بالشوط الرئيسي الأول للقعدان اللي تابعنا مع العرض الجميل والتوقيت الرائع أيضا لتسجل على أرضية هذا الميدان خمس دقائق واحد وخمسين ثانية تابعنا انطلاقة وتحديات القعدان بينما في هذه اللحظات مشاهدين العزاء لازلنا باستمرارية مع حضرتكم لنصف ونتابع أحداثي ومنافسات سبقنا المحل الثامن بأول أيامي بمنافسات سن الحقايق على ميدان البصير هكذا ينطلق شوط البكار الشوط الثاني مسافتنا أربع كيلومترات نتابع هذه المنافسات وهذه التحديات الجميلة بينما أيضا نتمنى التوفيق لكل الشعارات المنطلقة في هذا المساء نبدأ بالبداية والصدارة لنتابع المقدمة جود على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط عبد العزيز بصالح بن حمد القمر النابت يقدم لنا انطلاقة جود على البداية وعلى صدارة هذا الشوط لتها على المركز الثاني التقدم في هذه اللحظات من اشتعال خذة المركز الثاني في هذه اللحظة سيف بن محمد بن سيف الجفالي النعيمي من يقدم لنا اشتعال على المركز الثاني بينما ثالث الأسماء تتقدم في هذه اللحظات مشاهدين الكرام بنت حياظ مع المركز الثالث عبد الهادي بن علي بن محمد المشروم المري يقدم لنا بنت حياظ على المركز الثالث بينما المركز الرابع التقدم والانطلاق مشاهدين الكرام الوصول من ون مع المركز الرابع محمد بن بطي بن محمد الحسنة المري خذت المركز الرابع أما خامس الأسماء أو تابع التقدم من قنا في هذه اللحظات وهناك سالة بن محمد بن مبارك الجهوي للمري يقدم لنا هذه الانطلاق مع المركز الخامس هذه هي النتيجة مشاهدين الكرام متابعين العزاء للخمس المراكز المسموح لها بالنداء في هذا التحدي بهذا المساء على ميدان البصير لسبقات الهجل لكن عودتنا الى بداية الشوط اشتعال اشتعال اشعلت نار المنافسة مبكرا بانطلاقتها الممتازة بدأت مشاهدين الكرام تشعل منافسات هذا الشوط وتحديات هذا المسار الجميل من مسارات الناموس تعود الملكية السيب بن محمد بن سيف الجفال النعيمي يقدم لنا هذا الاسم يقدم لنا اشتعال يقدم لنا انطلاقة اشتعال على البداية مع الكيلو ونصف الكيلو ليفصلنا عن خط النهاية بينما المركز الثاني بدأت تتقدم في هذه اللحظة كود وصلت مع المركز الثاني حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي يقدم لنا كود باول ظهور لها في هذا التحدي في هذا المساب انطلاقة هذا الشوط بينما المركز الثالث اتابع ون مع المركز الثالث في هذه اللحظات بمقربة ايضا من الصدارة محمد بن بطي بن محمد الحسن المري يقدم لنا ون مع المركز الثالث بينما رابع الاسماء بن تحياذ وصلت في هذه اللحظات بدأت تقدم ايضا عبدالهادي بن علي بن محمد المشروم المري يقدم بن تحياذ مع المركز الرابع خامس الاسماء سلابة وصلت هنا سلابة بدأت تسلب المراكز تنهب امتار هذا الشوط بدأت تتعمق هنا للوصول الى الصدارة يقدمها محمد بصالح ابو شريدة العذبة ينطلق هنا بانطلاقة سلابة الله يا سلام اشتد الصراع والنزاع على ناموس الشوط اشتعال سلابة والمنافسات كبيرة وتحديات ايضا وانطلاق من كود لكن اشتعال 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 الله يا سلام منذ البداية حتى اللحظة اشعلتها مبكرا صمدت حتى هذه اللحظات انطلقت هنا مع الامتار الأخيرة تعلن هذا الحظور الجميل بينما يقدمها النعيمي سيب بن محمد بن سيف الجفال النعيمي يشعل نار المنافسة بانطلاقة اشتعال مع البداية والصدارة بدأت تستعرض هنا قواها الممتازة وبدأت ايضا تنطلق الى خط النهاية تعلن انها حاضرة في هذا المساء مشاركة مشاركة فعالة وممتازة منطلقة هنا بالمركز الاول لتعلن انها عقبة كبيرة امام المشاركين سلام النعيمي سلام سلام اشتعال سلام هذه مشاهدين الكرام اشتعال تتابعونها مع حضراتكم سلام يا النعيمي سلام اسعد الله مساك تهانينا والناموس على فوز اشتعال بالمركز الاول مع ثاني اشواط البكار بينما المركز الثاني والصلاة في سلابة